سرنا وتاريخ لنا يخطه الزمن حيث العراق لا فراق للسنة وطن والأنبياء والأولياء ما وجدناه في العتبة العباسية المقدسة عراق مصغر يجمع جميع الطوائف من المسيح والصابئية والإسلام بجميع عامة وشخصيا أول مرة أزور مدينة كربلاء المقدسة من مدينة الفلوجة ما شاء الله على هذه المشاهد الرائعة ما وجدناه بكل رحابة صدر من شيخهم وشبابهم ونسائهم وأطفالهم جميعهم يرحبون بمدينة الفلوجة فهذا ندل على ألفة ومحبة قلوب العراقيين جميعا فهذه هي الرسالة التي ستبث إلى محافظة الأنبار بصورة عامة وإلى مدينة الفلوجة بصورة خاصة طبعا أغصر رسالتي بأن الأجواء هنا كلش طيبة كتعاملهم كاحترامهم كاستقبالهم والحمد لله والشكر ما غصروا أبدا فرحنا لهم جمعة جامعات كلها وكل الطواب بدون تفرغة وبدون طائفية كمسيحية مسلمين إيزيدية كرات قدومنا من الموصل استغرق كثير من وقت لكن بداية دخولنا الكربلاء من اللحظة الأولى نسينا كل التعب نسينا كل الأرهاق صراحة حسينا بهذا الشعور الأكثر من رائع تعب 16 سنة أو أكثر نجي من أرض الكربلاء الردد القسم هذا الشعور طبعا كلش فخر نفتخر إحنا به سرنا ومنهاج السماء دائما دليل والعلم والكتاب في مسيرنا خليل وللتفاني قصة عنوانها أصيل هو التخرج بشكل عام وشيء جيد يوم أنت تنهي مسيرة طويل 12 سنة أو 13 سنة هذا الشي جدا جميل بحد ذاته كيف إذا كان هذا الختام يكون بحضرة الأئمة الأشراف أو الفضل العباس والحسين رضي الله عنه طبعا شي جدا جدا منتاز والشعور ما يوصف أبد طبعا هذا الشيء رائع جدا فنحن من جميع الطواف سنة وشيعة أيزيدية وصابية ومسيحيين وشبك وكل الطواف نحضر في هذه البقعة الطاهرة لأداء القسم وأيضا لحفل التخرج ولنهاية هذه المراحلة الدراسية التي دامت على 16 عاما فهذه لا نستطيع أن نصفها بكلمة واحدة فالشعور والمشاعر جياشة طبعا هذا الجمع الكريم كله تحت راية الحسين سلام الله عليه وشكر خاص لكل أهلنا بكربلا صراحة شعور ما يوصف يعني أجينا منك من صلاح الدين أنا أجيت إلى محاولة كربلا أجيت هنا قبل يعني في 2014 قبل سقوط عصابة داعش يعني ما نقدر نجي لكن من وراء التحرير ما صارت بالعكس أجينا هنا قبل نجي ما كان واحد من الناس السابع مرة أجي لكربلا قبل ما تجي تأجي كنا ها تروح هناك سنة وطائفية وشيعة بالعكس ماكو أي فرق بين سنة وشيعة بالعراق عامة هذا تكون لي أول زيارة في كربلا المقدسة والعتبة العباسية طبعا أجواء جميلة ما تتوصف أبدا اليوم بعد أن دامت دراسة 16 عاما من جهد واجتهاد وألف الحمد لله هذه هي ثمرة الحياة التي يغطفها الإنسان في حياته وإن شاء الله نحو المستقبل الله نشوف الأجواء كلش زينة والناس طيبة ومحترمين وكل يتم على رأسي وأفتخر بيهم أنا اليوم في كربلا المقدسة من عتبة العباسية أشوف ماكو أي فرق بين السني وشيعي كل يتنأخوه وإن شاء الله دائما دحو الأفضل والعراق بخير ومن نشوفها لوجوها ينشي نقول إن شاء الله دائما للعراق نحو التقدم راح نوصل رسالة أنه إحنا نحب نفتة أعظم مسيرة دراسية بحياتنا قدام أعظم واختنس مكان بالعالم ومن العراق كلنا نعم صراحة أحب أقدم جزيل الشكر إليها ما قصرت لا وإي الطلاب ولا وإي الأساتذة ولا وإي المنسقين وأشكرها جدا جدا وهنا حفل تخرج مركزي يمثل جميع طلبة العراق جميعا لما الشمل ورسالة توصل لجميع العالم بأنه عراق واحد في علم وفي كل النواحي عراق واحد ومتكافل وإيد واحدة إن شاء الله سرنا وللآباء في مسيرنا هدى كيما نكون أنجما تدور في المدى ترجمة نانسي قنقر